موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين مدعومون من ميليشيا الحوثي وصالح يؤجرون ارابي جامعة ابل عشرين عاما قادمة الشرق الاوسط زيادة الاصابة بالكل رافيت عز بسبب حصار الميليشيات موسيقى ومن الصفحة الاخيرة لصحيفة القدس العربي الشرطة العراقية تعتقل شابا امقذ فتاة من الانتحار موسيقى وفي الاخير نيجيريا تعتذر للسعودية عن بيع هدايا رمضان موسيقى اهلا بكم تتواجد عناصر ميليشيا الحوثي في جامعة ابل ليس بهدف التعليم وانما لسبب اخر وفق موقع الموقع بوست والذي قال تتعرض الاراضي التابعة لحرم جامعة ابل لنهب واستقطاع مستمر من قبل نافذين ينتمون لميليشيات الحوثي في المحافظة قال الدكتور طارق المنصوب رئيس جامعة ابل ان حرم الجامعة تعرض يوم الخميس لاعتداء جديد على الاراضي بذريعة اقامة حديقة العاب للاطفال داخل المدينة وتأجير مساحة كبيرة من الارض في احدى المنشآت الرياضية المخصصة لشباب المحافظة المجاورة للجامعة واضاف رئيس الجامعة المعين من قبل الميليشيات عند تحركنا لايقاف الاعتداء ابلغنا المعتدي انه حصل على ترخيص من السلطة المحلية رئاسة الجامعة اضافة الى مصادر متطابقة اخرى قدرت وجود عقد ايجار لعشرين عاما وقالت ان ظاهرة استمرار نهب اراضي المحافظة اصبحت جزءا من المشهد اليومي وفي كل مرة يفلت المعتدون من العقاب برضى ورعاية قادة الانقلاب ومن اب الى تعز حيث عمدت ميليشيات الحوث وصالح الى تشريد وتهجير الالاف من سكان محافظة تعز فتفرقوا في محافظات عدة بعيدا عن منازلهم وممتلكاتهم ووفقا لموقع الصحوانيت يعيش النازحون معاناة تفوق الوصف رحلوا عن مساكنهم وهم يشترون ذكريات مثقلة بالألم والوجع فمنهم من فقد جميع اهله ومنهم ما زال يعاني من الذكريات الاليمة ومشاهد الرعب والترويع التي عاشوها ومن تلك المشاهد التي تنقلها الصحوانيت في هذا التقرير ما حدث للنازحة منتهى التي تعاني من اثار حريق على وجهها واجزاء من جسدها تقول منتهى كنت حاملا في شهر السادس وكنت اعد الطعام في مطمخ بيتي حين سقطت قذيفة هون امام دارنا ففقدت جنيني على اثرها واحترق قسم كبير من وجهي وجسدي وبترت اصابع يدي وتتابع منتهى تعالجت لفترة من اصابتي ولكن اوضاعنا المادية لا تسمح باستمرار العلاج واناشد كل الخيرين بتقديم المساعدة هل يمكن التحرر من ثقافة المجتمع يتساءل التونسي مالك التريكي في مقاله المنشور في صحيفة القدس محاولا الاجابة شملت مواضع امتحانات البكالورية الفرنسية في الفلسفة هذا العام الاسئلة التالية هل الملاحظة كافية للمعرفة؟ هل من العدل ان افعل كل ما يحق لي؟ وهل الدفاع عن الحقوق هو دفاع عن المصالح؟ اما موضوع الامتحان الذي ارى انه يجدر بكل انسان ان يطرحه على نفسه ولو مرة واحدة في العمر فهو المتمثل في سؤال هل يمكن للمرء ان يتحرر من ثقافته؟ والاجابة طبعا هذا ممكن في العموم ولعله يكون ضروريا في بعض الحالات مثل حالة الثقافات التي ينتشر فيها الايمان في الشعوذة والسحر او التي تضفي شرعية على ظلم المرأة او تكرس لا مساواة بين البشر ولكن الاشكالية تقع في تحديد معنى التحرر اذ تفيد الملاحظة ان التحرر التام شبه مستحيل وان اقصى المستطاع هو ان يقرر المرء اتخاذ مسافة نقدية من الثقافة القائمة والنأي بنفسه عن مظالمها ومفاسدها والامثلة كثيرة في التاريخ الحديث والمعاصر لافراد يتمردون على العنصرية السعيدة في ثقافتهم او يناهضون الجرائم الاستعمارية التي ترتكبها دولهم باسم رسالة حضارية تختلط فيها حقائق التقدم الثقافي باباطل التفوق العرقي الا انه يبقى ان تحرر الفرد من الثقافة الاجتماعية صعب بل شبه مستحيل في المستمعات التي تحرم حرية الرأي وربما تجرم حرية الضمير بل انها تكاد تمنع الفرد من مجرد تفكير وفي موقع المصدر اونلاين عنوان من محافظة البيضاء وفات ثلاثة شبان من اسرة واحدة اختناقا بعوادم مولد كهربائي داخل بئر علق الموقع لقي ثلاثة مواطنين من اسرة واحدة حتفهم اختناقا باستنشاق عوادم مولد كهربائي اصيب بها داخل احدى ابار المياه في مناجة اخر في قرية ادمن غرب مدينة البيضاء قال مدير عام مديرية البيضاء عادل صالح الكساد للمصدر اونلاين ان ثلاثة من اسرة واحدة لقوا حتفهم نتيجة تعرضهم للاختناق واستنشاقهم عوادم مولد كهربائي اثناء تشغيله في احدى الابار الزراعية والتي يعملون فيها في بيع القدروات فيما عجز شبان اخرون عن انقاذهم يتابع الموقع تجدر الاشارة الى ان هذه الحوادث تكررت في كثير من المناطق وخاصة في محافظة البيضاء نتيجة عدم وعي بعض المواطنين بخطورة تأثير الدخان على حياة الانسان ومن الملامح التي ترافق ميليشيا الحوث المسيطرة على محافظات عدة بينها عمران ما حدث في المحافظة مؤخرا حيث قتل ثلاثة مواطنين من اسرة واحدة في مديرية العشة بمحافظة عمران اثر خلاف سابق نشب بينهم وبين اسرة اخرى على قطعة ارض قالت مصادر محلية لموقع المشاهد نت ان المسلحين حاولوا الاستيلاء على قطعة الارض مستغلين دعم جماعة الحوث لهم ما ادى في النهاية الى مقتل شابين وعمبهم ويشار الى ان خلافات كبيرة في مناطق متعددة من مديريات محافظة عمران نشبت بين ابناء القبائل المختلفة على خلفية النزاع على اراضي وتقوم جماعة الحوث بتغذية الاطراف الموالية لها باستلاح الامر الذي تطور للمواجهات المسلحة العنيفة في بعض الخلافات ما تسبب بمقتل وجرح العديد منهم القطيعة مع التاريخ هذا هو العنوان الذي حمله مقال كتبه خيري منصور ونشر في صحيفة الخليج وقال فيه كم من قراءة التاريخ والتجول بين الاطلال وفي المتاحف يحتاج هذا العربي التائه كي يستعيد الثقة بنفسه وموروثه واخيرا هويته والاستراتيجيات التي انثقت الكثير من الجهد والوقت والمال لاحداث قطيعة بين الحفيد والجد والغصن والجذر كان هدفها الأبعد وتجريف الذاكرة وتشكيك العربي المعاصر بكل ما ساهم في تكوينه وصياغة شخصيته وأهم وسيلتين استخدمتها لتحقيق هذه الغاية هما التجريف المنهج والمبرمج وطرح شعارات إنسانوية تحذف الحدود والفواصل بين الهويات والثقافات وقبل أن يصبح مصطلح العلمة على اختلاف تعريفاته متداولا على نطاق واسع بعدة عقود ظهرت موجة الكزمو فوليتي وكان هدفها إحراق سهم البوصلة لدى شعوب تسعى نحو استكمال حرب استقلالها وظهرت في بعض العواصم العربية في تلك الفترة دور نشر ومجلات عملت بدأب وبلا انقطاع على بث تلك الموجة العدمية بحيث يصبح الإنسان في مجتمعاتنا كالمنبت الذي لا حاضر قطع ولا تاريخا أبقى وحين يختزل الإنسان إلى بعد واحد يصبح طافيا على سطح التاريخ وفاقدا بالضرورة للمناعة والدفاع عن الذات إزاء محاولات الاستلاب والتغريب وتعويم الهوية ومن المفارقات أن من تولى تثقيف العرب المعاصرين بجغرافية بلادهم هم الغزاء وبالتحدد من خلال القصف المتواصل لقرى ومدن في مختلف أرجاء البطن العربي وتكتمل الكارثة إذا تولى الغرباء تثقيفنا بتاريخنا من خلال موروث استشراقي تلعب بالحقائق وأعاد إنتاج أحداث فاصلة في التاريخ العربي الإسلامي والتجهيل بالتاريخ لا يجعل الهوية في مهب عواصف العلمات والتغريب فقط بل يفرض علينا تكرار الأخطاء كما يقول جورج سانتينا ومن لا تاريخ له لا مستقبل له ومحكوم عليه أن يكون مجرد تراكم من ردود الأفعال موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني يعنون في صفحته الرئيسية فريق ميليشاوي في هندسة الألغام بقفضة الجيش الوطني في الجوف قال الموقع أن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر فريق ألغام متكامل تابع للميليشيا الانقلابية بمحافظة الجوف وقالت مصادر لسبتمبر نت أن أبطال الجيش الوطني قاموا بعملية التفاف على الفريق الهندسي أثناء قيامهم بزراعة ألغام وعبوات ناسفة بجبهة الخنجر بمنطقة صبرين وأشارت المصادر إلى أن فريق هندسة الألغام التابع للميليشيا الانقلابية فريق متكامل يتكون من عشرة أفراد وأن التحقيقات معهم جارية لمعرفة المزيد من المعلومات حول زراعة الألغام في محافظة الجوف في فقرتنا قصة وصورة نطالع ما جاء في موقع ارفع صوتك والذي نشر صورة لشاب يمني يدعى محمد الملحاني عشرون عاما يجلس على رصيف أحد شوارع صمعاء ليبيع أعواد شجرة الأرك أو كما تسمى في اليمن شجرة السواك يقول الملحاني لموقع ارفع صوتك أعمل متجولا في بيع السواك منذ أن كنت في الصف التاسع الأساسي منذ حوالي سبع سنوات أعمل بهذه المهنة لأن والدي يعمل فيها أيضا أعواد السواكي تصل إلى هنا من منطقة تهامة غرب اليمن ونحن نشتريها من سوق صنعاء القديمة يضيف الشاب تخرجت من الثانوية العامة عام 2014 ولم ألتحق بالجامعة بسبب ظروف أسرتي أتمنى الالتحاق بالجامعة والحصول على وظيفة مرموقة لكي أبدأ بتكوين أسرتي الخاصة وقبل قراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى صحيفة العرب الجديد والتي تطرقت لأكثر الأزمات إنهاكا للمواطنين وتناولتها تحت عنوان أزمة الرواتب مع اقتراب العيد معاناة ترسخ لانقسام اليمني وعلقت إن الأزمة دخلت شهرها التاسع دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها فبينما أوجدت الحكومة الشرعية حلولا مرضية لصرف رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها رفضت سلطة الإنقلابيين كل ذلك ومع اقتراب عيد الفطر أكد موظفون حكوميون في صنعاء للصحيفة أن معاناتهم مستمرة وما زالوا بانتظار وعود حكومة الإنقلابيين بصرف نصف راتب مع بطاقات تموينية لشراء أبرز الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش أوضاعا مأساوية منذ انقطاع الرواتب موظف في جهة حكومية قال للعرب الجديد أنه في حال تم صرف نصف راتب في الأيام المقبلة فإن ذلك بالنسبة للموظفين لا يغطي إلا بعض الاحتياجات الأساسية للحياة ولا يغطي متطلبات مهمة يحتاجونها مع اقتراب عيد الفطر يضيف كنا ننتظر الإكراميات والرواتب ونطالب بأن يتم صرف راتب إضافي أو صرف راتب شهرين في رمضان لنغطي احتياجات العيد وهذا أول رمضان بلا راتب أو نصف راتب في ظل غلاء الأسعار ولا نعرف ما الذي سنوفره وفي الجانب الآخر وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن تقول الحكومة الشرعية إنها تصرف الرواتب بشكل منتظم منذ أشهر وصرفت أخيرا الرواتب متأخرة عن الموظفين في بعض القطاعات ومع أن أزمة الرواتب لم تحل بشكل نهائي في مناطق سيطرة الشرعية إلا أن هناك تقدما واضحا في الأشهر الأخيرة على الأقل زيادة الإصابات بالكوليرا في تعز بسبب حصار الميليشيات تحت هذا العنوان علقت صحيفة الشرق الأوسط حول ما يجري في المدينة وقالت إن السلطات اليمنية اتهبت الإنقلابيين بالتسبب بزيادة عدد حالات الإصابة بالكوليرا في تعز بحصارهم لها كما حملتهم مسؤولية عرقلة جهود مواجهة انتشار المرض في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ونقلت الصحيفة عن تقرير لوزارة الصحة قالت فيه إنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول بفرقها الطبية وفرق الترصد الوبائي والوقائي إلى محافظات صنعاء وحجة والحديدة التقرير أشار إلى تراجع مؤشر عدد الحالات في محافظة ذبار والضالع والمحويت وإب لافتا إلى أن هناك 11 محافظة لم يتم تشخيص الحالات فيها بشكل مخبري دقيق بينما في الجانب الآخر عود مؤشر الحالات بالارتفاع في محافظة تعز والتي تعاني حصارا خالقا من قبل الميليشيا قالت الوزارة إنه يعيق أعمال الفرق الميدانية الطبية ووصفت صحيفة الإماراتية الدكتور حميد الشيباني الأمين العام للاتحاد اليمني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم بأنه يعيش في كوكب آخر وقالت يبدو أنه غير مطلع على الأجواء الكروية في الخليج بعد الأزمة الأخيرة مع قطر وعن الأفكار التي تطرح بنقل البطولة أكد إجراء قرعة كأس خليجي 23 في العاصمة القطرية الدوحة بموعيدها الذي تم تحديده في النصف الثاني من سبتمبر المقبل ونقلت صحيفة الخليج تصيحات الشيباني لوكالة الأنباء الألمانية دي بي اي والتي أكد فيها أن كل الإجراءات تسير وفقا لما تم الاتفاق عليه في لجنة المسابقات ولما أقره رؤساء الاتحادات الخليجية في الاجتماع الماضي وسيترك الأمر لاتحاد الكرة القطري لتحديد الموعد النهائي للقرعة التي ستفضيفها الدوحة وذلك قبل 90 يوما قبل انطلاق البطولة في شهر ديسمبر المقبل في قطر واختتم الشيباني حديثه قائلا الدوحة استعدت جيدا للحفل وسيتم توجيه الدعوة لعدد من نجوم الخليج المشاركة في حفل القرعة بخلاف تدشين شعار الدولة وكل اللوائح جاهزة وكذلك ترتيبات الحفل والنقل التلفزيوني وقد عودتنا الدوحة على تقديم الجديد في التنظيم المثالي للفعاليات والأحداث الرياضية الكاتب المعروف ديفيس روفيكس من موقع كونتر بينش الأمريكي يعتبر أن عدم المساواة هو سر كل المشاكل التي نحصد ثمارها الآن ويضيف في مقال أعادت صحيفة الغد نشرة يجب أن نتذكر أن أقصى اليمين هو مشكلتنا الرئيسية تماما مثل تنظيم القاعدة أو داعش وهذه الحركات حقيقية ومرعبة وعنيفة بشكل مخيف لكنها مجرد أعراض لسلسلة أكبر بكثير من المشاكل وإذا كان لي أن أحاول اختصار تلك المشاكل بكلمة واحدة فستكون اللامساواة وكيف يمكن أن تستغل الطبقات الحاكمة والعنصريون والإرهابيون على حد سواء مسألة اللامساواة لهذه الحالة من عدم المساواة المتزايدة بالطراد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكثير من باقي العالم تداعيات حتمية ولن تبتلع الغالبية العظمى في معظم المجتمعات الطعم لكن عددا لا بأس به سوف يبتلعون وسوف ينمو هذا العدد ما لم نستطع تغيير مسار المستقبل في هذا المجال المعين وإذا استطعنا القيام بذلك فإن تداعيات عدم المساواة يمكن أن تبدأ في التلاش إلى أن تصبح غير مهمة لكننا إذا فشلنا فسوف يكون أمامنا المزيد من الأسابيع السيئة مثل الأسبوع الأخير والأسوأ منه بكثير بمجرد أن تكون الخيارات السياسية في أماكن مثل فرنسا والولايات المتحدة بين الرأسمالي والفاشي فإن دعم الرأسمالي ضد الفاشي سوف يؤجل ما هو حتمي فحسب يمكن لهذه الأنواع من الخيارات التكتيكية أن تتفاوت اعتمادا على الوضع وأنا لا أعرف الإجابات عن هذه الأسئلة لكن ما أعرفه فعلا هو أن المشاكل والانقسامات والعنف سوف تنمو طالما استمرت اللامساواة وطالما استمر الفقر كما أنني أعرف أن الحل يكمن في تحقيق المساواة لا رأسمالية ماي أو ماكرون الكيلنتونية ولا سياسات ترامب الفاشية الجديدة القائمة على الخداع ستحملنا إلى الأمام بل على العكس من ذلك سوف تضمن هذه الأنواع من الحكام أن يسوء كل شيء أكثر فأكثر وسريعا جدا فقط الآن أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى أن نبقى مركزين على الهدف بدلا من التركيز على تداعيات عدم تحقيق ذلك الهدف في موقع شبكة البيبيسي البريطانية اعتذار هو الأشد غرابة حيث قال الموقع اعتذرت نيجيريا للسعودية بعد بيع أكثر من 200 طن من التمور أهدتها إياه في رمضان فباعتها في السوق المحلي يضيف الموقع كان التمر هدية لمن فروا من ديارهم بسبب جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وقالت وزارة الخارجية النيجيرية إنه يتم التحقيق في الأمر ولم تتم إلى الآن أي اعتقالات وقالت وزارة الخارجية إن مفوضية نيجيريا للاجئين والمهاجرين والمهجرين وضعت قائمة بالمناطق التي يجب توزيع التمور فيها بما فيها مخيمات اللاجئين وبعض المساجد الكبيرة تتابع البيبيسي عثرة على التمور معروضة للبيع في أسواق ولاية بورنو التي كانت أكثر المناطق تضررا من هجمات بوكو حرام ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي الشرطة العراقية تحتقل شابا أنقذ فتاة من الانتحار تقول الصحيفة حاولت فتاة الانتحار في العاصمة العراقية بغداد بالقفز من على جسر الجاردية لكن شابا تمكن من إتقاذها وتم لاحقا اعتقاله من قبل الشرطة ذكر مصدر أمني أن الفتاة أقدمت على الانتحار بعد أن طلبت من سائق سيارة الأجر التي كانت تستقلها النزول لاستنشاق الهواء ثم قفزت من الجسر إلى نهر دجلة لكن شابا كان في المنطقة قام بإنقاذها أضاف المصدر أن الشرطة اعتقلت الشاب الذي أنقذها لاحقا بتهمة سرقة المصوغات الذهبية للفتاة أثناء المصوغات أثناء إخراجها من الماء وعند سؤال صاحب سيارة الأجر حول عدم محاولته إنقاذ الفتاة قبل إقدامها على الانتحار اتضح أن السائق معوق في الأصل أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد بلاده لإرسال قوات سلام إلى سوريا ويطرح هذا الإعلان أسئلة عن هوية القوات الإيرانية التي تقاتل بالألاف منذ ستة أعوام ضد شعب سوريا الشقيق وكان روحاني يقول دوما إنها قوات سلام هكذا يبدأ الكاتب السوري من شيب كيلو مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا هل يعتقد روحاني أن العالم على قدر من الغباء يجهل معه أن المهمة الوحيدة للحرس الثوري والباسيج وفيلق القدس هي كتم أنفاس الإيرانيين والعرب وتصدير الخمينية بقوة هؤلاء إلى بلداننا ومتى قامت قوات إيران بأية أعمال تجعل منها قوات سلام وهي التي لم تترك فضاعة إلا وارتكبتها في بلادها وبلادنا دفاعا عن نهج طائفي مذهبي أشعل نيران حروب أهلية بين المسلمين لم تتوقف منذ حكم الملال إيران تطبيقا لاستراتيجية سيطرة وتحكم ضد إيرانها نفذتها بثمن باهظ إلى أبعد الحدود كلف ملايين البشر حياتهم ودمر ما بنوا من عمران خلال قرون في سوريا والعراق التي دمرتهما قوات السلام الإيرانية هل هناك اليوم بلاد تحتاج أكثر من إيران إلى قوات سلام؟ لنقرأ ما يقوله المرشد خامنئي لقادة نظامه حول الوضع في بلادهم أنتم جالسون على برميل بارود بدأ بالاشتعال منذ مدة وأريد إخفاقاتكم من جيوش تضم ملايين الشباب والشيوخ والأطفال المحبطين والمتضررين الذين ما تنفجروا لن يكون لديكم فرصة للوصول إلى سلم الطائرة كالشاه تطرح أرقام خامنئي وكلماته السؤال هل يمكن لقوات بلاد لديها هذا الحجم المرعب من المشكلات القابلة للانفجار؟ أن تكون قوات سلام وماذا يفعل بقوات كهذه لن تنفعه عند انفجار برميل البارود؟ إن كانت قوات سلام حقا وكانت سياساته تقوم على تصدير أزماته إلى خارجه وشحن جيوشه بحقد أعمى على جيرانهم لمجرد أنهم مختلفون مذهبيا وهل يمكن لقيادة أوصلت شباب شعبها وشيوخ وأطفاله إلى الدرك الذي تصفه الأرقام؟ محاربة الإرهاب الذي تنتجه سياساتها مع كل قرار تتخذه وإجراء تقوم به العديد من الصور التي وثقت أحداث الأسبوع المنصر نستعرضها في جولتنا المصورة وقد وردت في البي بي سي ترجمة نانسي قنقر تابعوا وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير دمتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر